غزارة الأمطار والأهداف أبرز مشاهد الحدث الرياضي في البصرة اليوم جمعه رؤس دي الرافدين الشغوفة بالساحرة المستديرة لم يثنها التقص الماطر عمل المدرجات ومواكبة العراق في خليج 25 صعوبة اللعب على أرضية مثقلة بمياه الأمطار كانت واضحة في مباراة الأخضرين السعودي والعراقي ومع ذلك استمرت الحماسة داخل الملعب الذي شهد ضغطا عراقيا وعلى المدرجات التي ألهبها أول أهداف العراق في البطولة بتسديدة لاعب خط الوسط إبراهيم بايش لينتهي شوط المباراة الأول بهدف نظيف ومبتل تماما التقص السيء عاند الفريقين وتسبب في تأجيل الشوط الثاني دقائق عدة ريثما عملت كوادر الملعب على إصلاح الساحة ومع ذلك فإن أفضلية أسود الرافدين بدت واضحة في المباراة إذ كانت لمسات الإسباني خسوس كاساس مميزة باعتماد أسلوب لعب مختلف تمثل بالضغط على المنتخب السعودي عبر الكرات القصيرة والعرضية في بناء الهجمة بدلا من الطولية والمرتدة كما كان سابقا أسفرت عن هدف ثاني في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر المباراة بعد عودة حكم المباراة إلى الفار للتأكد من صحة الهدف إثر ضربة زاوية ليضعها آسورست برأسية تجاوزت خط المرمى إذن ملحمتان تحت المطر في مستهل الجولة الثانية من البطولة في دورها الأول وضعت نتائجها العراق في صدارة المجموعة الأولى فيما كان اليمن أول ما ودع البصرة بخسارته أمام عمان بثلاثة أهداف لهدفين ليخرج بموازرة عراقية وأداء غير مألوف ترجمة نانسي قنقر